موسيقى اليوم نتخدم مخرجات رأيي المجلس حول موضوع الشباب لينيت لينيت هم الشباب الذين لا يشعرون في الدراسة و تكوين و لا يشعرون نعرف بأن المغرب لديه امتياز مهم جدا امتياز ديموغرافي لما يتحدث في 2014 ما هو امتياز ديموغرافي؟ مثل نرى الفئة للشباب بين 15 و 20 سنة اليوم ستاد المليون منتاع المغربة بين 15 و 24 سنة هذا الشباب يجب أن يقرأ و يتكوين و يخدم مع الأسف مثل نرى الفئة التعليمية تنجبر بأن هذا الساد المليون 1.5 مليون لما يقرأ و يتكون و يخدموا من 15 و 30 سنة تنجبر بأنها كانت 4.3 مليون منتاع المغربة هذا أولا مقلق لأن هذا الشباب يجب أن يكونوا أمنوا في موسقى و لكن يمكن أن يتطرفون و يمكن أن يكون الهجرة السيرية و يمكن أن يكون الحراف و لكن أكثر من ذلك المغرب لا يستفيد من هذه القدرات قدرات العمال و قدرات إبداعية و قدرات إبنية و تومة تلك جميع المغربة لماذا يكونوا تطيحوا هات الشباب في هذه الفئة التعليمية؟ أجبرنا بأنها كانت 3 قطاعات للإنفليكسيون ماجور قطاعات كبرى أولا الهضر المدراسي تنعرفوا بأن كل سنة تخرجوا 315 ألف طفل تقريبا تخرجوا من المدراسة خصوصا بين تناوي الإعدادي والتناوي التأهيلي لماذا؟ حيث لا يتعلمون و يبدأون أن يتبعون و يتبعون و يتخرجون و لا في العالم القاروي حيث ندراسة بعيدة القطاع الثاني و الفترة الثانية هو انتقال بين الحياة الدراسية و سوق الشغل تنعرفوا شخص يدعفوا فهمي تنجبروا بأن علاجة المهارات أو التكشير يتعلمون و يتلقى و يتعلمون و تنجبروا بأن خدمات تنجبروا بأن خدمات انتاع الواسطة ليس فعالة تنجبروا بما يخص النساء مثلا بأن تمييز بين الجنسين تنجبروا بأن كان طلب النساء يتعلمون الفتاة في العمال المنزلي و الفترة الثالثة هو انتقال بين وظيفة و وظيفة تنعرفوا أن تكون واحدة الشغل ولكن يمكن أن تكون ضرفية اقتصادية مخصوية مقاولة تنجبروا بأن تنجبروا بأن العمل غير اللائق تنجبروا بأن الآجر يتعلمون لذلك يتعلمون عددهم يفوق مليون و خمسمائة ألف و المنزلي من 18 و 24 سنة الإحالة الذاتية التي تطرق لها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تريد أولا تسليط الضوء على الفئة من الشباب الذين لديهم مؤهلات ولكن لظروف متعددة وجدوا رسهم أنهم خارج التغطية وبالتالي أعطينا في هذا المجال توصيات بالتأكيد أن دراسة معمقة و لا ننسى أنها دامت أكثر من 6 شهور أعطينا توصيات لتتهم كل جوانب بما فيها التكوين بما فيها التأهيل بما فيها إعادة النظر في إمكانيات الإدماج الاقتصادي ديال هات الشباب لأن كيف قلت عندهم مؤهلات اللي يخصنا المغربي يستفد منها ولكن كذلك أعطينا فيما يخص الجانب المؤسساتي كيفاش المؤسسات المغربية اللي يتساهم بهذا الموضوع أنها تدمج كل البرامج المتواجدة حاليا لأن هناك برامج ولكن يجب أن تندمج وأن تصبح أكثر قابلية للتطبيق وخصوصا تصبح في متناول هذا الشباب إلى جانب ذلك اقترحنا أنه تكون هناك إمكانيات أكثر مع خلق واحد الحوار الوطني اللي يستهدف هذا الشباب بنيت ولي يمكن أن كل المبادرات التي تجد من المجتمع المدني تتخذ بعين الاعتبار وتعطى كيف قلت أهمية قصوى لهذه الشباب لأنهم يجبوا أن يستفيد منهم الوطن ويجب أن يستفيد منهم المغرب والاقتصاد الوطني المغرب المترجمات